أنا أمام محافظة ظلت لسنوات طويلة في الإحصاءات حتى بتاع المركز بتاعة الهيئة القومية للإحصاء أفقر محافظة في مصر وهي محافظة سهاج بلدياتنا وأهلينا في سهاج دايماً كانوا بشتكوا إنها محافظة مغلقة محافظة طاردة لسكانها ودايماً حتى تلاقي فيه قرى كاملة كانوا أهليها بيهجروا مثلاً أو يعني رجاليتها يروحوا ليبيا يروحوا قبل كده في السبعينيات العراق يروحوا الخليل مش جاذبة محافظة مش جاذبة ومش جاذبة حتى للاستثمار فيه خلال السنوات والعقود الماضية للأمانة عندما بدأ انطلاق مشروع يا كريمة وضعت محافظة سهاج في مقدمة اهتمام الرئيس والحكومة ووضعت أيضاً تارجت أو هدف أو حلم أمام محافظها سيادة المحافظ الحقيقة اللواء طارق الفئي قدر خلال فترة قصيرة أنه هو يحول مبادرة حياة كريمة اللي كانت ضمن الخطة القومية لحياة كريمة إلى أرض الواقع لدرجة أنه فيه 68 قرية النهاردة بيتم تحولهم إلى حياة دمية إلى قرى مش بقى طاردة لا جاذبة لسكانها وأنا قدامي إحصاءات الحياة بالأرقام هتوني الصور كده بتاعت القرى دي يا جماعة يعني 68 قرية في سهاج بيترسم السعادة على وجوه أهلية من خلال مشاريع حقيقية بنية تحتها ولما أعد بالحياة بالأرقام يعني مثلاً قدامي أنا عجبني في التفاصيل أنه كل قرية عدد سكانها إيه وإيه المشاريع اللي بتتم فيها مثلاً قرية اسمها الزك الغربي أو أتمنى أكون بقى رصح البيانات مثلاً يقول لك إيه ده عدد السكان 146 ألف الزكور 76 55 والإيناس 69 744 الحمد لله الزكور هنا أكتر من الإيناس لوحدات الصحية لا توجد هيبقى فيه وحدة صحية بتتبني أو بتتعمل دلوقتي أو بتتجدد القديمة المدارس 29 بتدائي 16 إعدادي 3 سنة ومكاتب البريد كذا فإحصاءات الحقيقة ل69 قرية قدامي بيعاد إعادتهم للحياة يعني هما كانوا مهملين برا الزمن بيخشوا إلى الحياة وجودة الحياة اللي احنا بنتكلم عنها